السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة رياضيات للصف الرابع الابتدائي كتبت الشهر الأول المواضيع الأولى سؤال الأول يعني من بداية الكتاب الحد سبحة 22 يلا يعني قارن بين العددين مستعملا أكبر أو أصغر أو يساوي مطينا العدد شوفوا أول ما تجون للعدد تحسبوا كم مرتبة من تريدون أكبر أو أصغر أو تصاعد وتنازل 1-2-3-4-5-6 يعني تكتبون فوقها 6 رقم 1-2-3-4-5-6 6 رقم زين قراءة العدد 257604 و257604 زين هاي الأعداد مش شابهة مو نكتب عليها يساوي إذا كنين مش شابهات نكتب عليها يساوي زين ثاني رقم فنحسب 1-2-3-4-5-6-7 هاي 7 1-2-3-4-5-6-7 يعني نقول 6 ملايين وأربعمية وثمانية ألف وثمانمية وواحد وخمسين الروح على آخر رقم هذه الستة وهذه الستة من شابهات الروح اللي قبله أربعة بأربعة من شابه الروح القبله صفر وصفر من شابه الروح القبله ثمانية واثنين إذن الاثمانية أكبر من الاثنين سؤال الثاني يقول لك رتب الأعداد تصاعدية من الأصغر إلى الأكبر نا 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6 هاي 6 رقم إياه الأصغر تصاعدي أبو 6 رقم 4-5-2-8-6-8 وراها المشابهات ذنه مو 7 أروح على هذي الصفر ويا الواحد إذن أكتب 2-5-4-1-0-6-8 وبعدين 2-5-4-8-1-6-8 زي يلا عيني هسه رتب الأعداد تنازليا من الأكبر إلى الأصغر تنازليا أيضا من الأكبر إلى الأصغر 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6 هذي 6 إذن ياه الأكبر أبو 7 خلنين نشوف منه الأكبر هنا صفر هنا ثمانية ثمانية هنا ستة بستة هنا صفر بواحد من الأكبر الواحد 2-5-4-8-1-6-8 وراها هذا العدد 2-5-4-1-0-6-8 آخر شيء أبو 6 أرقام اللي هي هذا العدد لأن قايل من الأكبر إلى الأصغر قرب الأعداد إلى أقرب ألف أبو الألف نكتب ثلاثة صفارة أحد عشرات مئات ألوف الستة التسعة تطل الستة صير الستة واحد 2-9 عدد كريم الستة أضيف لها واحد يصير سبعة عدد كريم وعدد ناجح نكتب ثلاثة صفارة أحد عشرات مئات أحد الألوف هذه الخمسة التسعة تطل الخمسة التسعة عدد ناجح يصير ستة والأربعة تنزل هنا هذه واحد 2-3 أحد عشرات مئات أحد الألوف ثمانية تطل الأربعة يصير خمسة وهذا الأرقام 6-5-1 ينزل هذه واحد 2-3 الأربعة الثلاثة عدد بخيل ما يطل الأربعة تنزل الأربعة والرقم الوراء كله ينزل الاربعة والاثنين والسبعة ينزل ها عيني هذا الصفحة أو رقم الرقم الورقة الأولى تمام سوت لكم عشر أسئلة يلا عيني السؤال السابع شي يقول لي يقول لي العدد يقول لي العدد 824822 يريد بالصورة التحليلية أول رقم ينزل بدون صفر ثاني رقم أحسب صفر ثالث رقم ثمانية صفرين رابع رقم ثلاثة صفارة خامس رقم الاثنين أربعة صفارة وسادس رقم الاثمانية خمسة صفارة واحد ثلاث أربعة خمسة هذه أول رقم ينزل بدون صفر ثاني رقم أحسب قدامه مرتبة وحدة ثالث رقم مرتبتين يعني صفرين رابع رقم ثلاث مراتب ثلاث صفارة خامس رقم أربع مراتب وسادس رقم خمس مراتب زين سؤال الخامس يقول لي العدد يكتب اسم مرتبة طبعا العدد 1 2 3 4 5 6 مليوني 910 48 لا 291 1048 لأن المليون 6 صفارة والسابع المليون فهذا العدد اللي هو 291 1048 يقول اكتب اسم مرتبة الذي تحته خط وجد قيمته المكانية أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف عشرات الألوف هاي التسعة القيمة المكانية نحسب 1 2 3 4 4 صفارة إذن 90 ألف اكتب العدد بالصورة الرقمية 4 ملايين و175 529 4 ملايين 1 2 3 4 5 6 4 ملايين و175 11 5 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 العدد بالصورة الرقمية أو اللفظية 3 ملايين نكتب 3 ملايين 1 2 3 4 5 6 9 ملايين 1 2 3 4 5 6 5 5 ملايين هنا نكتب 5 ملايين هاي صورة لفظية هنا عدي جئت بالله 1 2 3 4 5 6 230 3 طبعا بعد رقم لأنه كتبت على الملايين فنقول مليونين و300 ألف و300 ألف تمام هسا بقالي شنو اكمل النمط وأصفه اكمل النمط وأصفه يلا عيني هنا عدي 20 ألف شي صير 30 ألف 40 ألف و50 ألف أكتب العدد بالصورة الرقمية تسع عشرات الألوف يعني تسع عشرات الألوف سبعين ألف سبعين ألف 300 مئات مئات الألوف 300 مئات الألوف 800 ألف 800 ألف أكتب اسم مرتبة الرقم الذي تحته خط ثم أحدد القيمة المكانية القيمة 1 2 3 4 5 6 5 ملايين أحد عشرات مئات أحد عشرات الألوف مئات الألوف ملايين يعني أحد الملايين يعني نقول ملايين ها عيني عشر أسئلة مات الشهر الأول وإن شاء الله تستفادون من عدها وإن شاء الله التوفيق